تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال رعى وزير الشباب محمد أن بلسية احتفالية نادي المرأة الرياضية الاجتماعي الثقافي وافتتح المقر الجديد للنادي ومعرض المشاريع الرياضية الصغرى والمتوسطة للسيدات المشاركات حيث ثمن وزير الشباب منجزات المرأة في مئويات الدولة الأردنية مؤكداً أن الأندية تعد الذراع الرئيسي لوزارة الشباب وتضمنت فعليات الحفل كلمة لرئيسة النادي الدكتورة نهاد البطيقي وفقرات فنية لفرقة أمانة عمان وفرقة ميراج وقصائد شعرية تشرفنا بافتتاح نادي المرأة الرياضية الثقافي الاجتماعي وهذا النادي هو احدى الأندية التي تتبع إلى وزارة الشباب ومسجلة ضمن مظلة وزارة الشباب وأيضاً افتتحنا في مناسبة عزيزة علينا هي الاستقلال عيد الاستقلال وعيد الجيش الذي يصادف الأسبوع القادم ما أقوله اليوم أن المرأة الأردنية هي شريكة للرجل في مجتمعنا المرأة الأردنية والشابة الأردنية أيضاً هي شريكة لنا في وزارة الشباب سنعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع برغامج نوعية فقط تعنا بها المرأة لغاية تنفيذها بالوزارة وبالشراكة مع الأندية والجمعيات المعنية بهذا الخصوص يوم افتتاح نادي جديد للمرأة وأهم شيء هذا بيتهم الثاني وزي ما انت شفت في البازارات في البيع السيدات عم يستفيدوا بطريقة كثير رائعة كما أشكر كل سيدي ساهمت بهذا اليوم وإلى أجواء بطولة خماسيات كرة القدم لللاعبين فوق الخمسين عاماً والتي نظمها نادي القادسية احتفالاً بعيد الاستقلال وبمشاركة ثمانية فرق تنافسة عبر مجموعتين المشاهد من المباراة النهائية في صالة قصر الرياضة برعاية السيد محمد خميس نائب رئيس نادي القادسية حيث تمكن فريق عين كارم من إحراز اللقب فائزاً بهدفين لهدف على فريق قدام إربيد الذي اكتفى بلقب الوصيف فيما تقاسم الجزيرة والأهلي المركز الثالث وشهد حفل الختام تكريم الفرق المشاركة والجهات الداعمة والمساندة ومن بينها التلفزيون الأردني والقناة الرياضية نشكر القائمين على هذه البطولة والإنجاحها ونشكر الأستاذ محمد خميس راعي هذه البطولة ومدير مدارس اليقين فمشكرهم على كل شيء قدموا للشباب أنا سعيد جداً أن أكون راعي لهذه البطولة بطولة الاستقلال لنادي القادسية الأولى لسببين السبب الأول أن هذه البطولة بسبب مناسبة كبيرة وهي غالية على كل أردنيين مناسبة تعيد الاستقلال وبهنى بهذه المناسبة بهنى جلالة الملك والأسرة الاشمية والشعب الأردني بهذه المناسبة الغالية الرقم الثنين أنا سعيد جداً أن أكون راعي لهذه البطولة أني أنا أنتمي لنادي القادسية وأنا نائب رئيسي النادي في القادسية وهو نادي عريق وكبير وتحية لكل أسرة نادي القادسية من رئيسها إلى كل الأعضاء نشكر اللجنة المنظمة، نشكر التلفزيون الأردني، نشكر الجهات التي قامت على إنشاء هذه البطولة اللي هي ما فوق 50 سنة، اللي ذكرتنا بالماضي وباللاعبين السابقين اللي صارنا فترة طويلة ما شفناهم نشكر اللجنة المنظمة بنادي القادسية اللي جمعت وعملت هذه البطولة بأعياد الوطني الذي نفتخر بها ونشكر القائمين من راعي المباريات تحت رعاية مديرات التربية والتعليم للواء عين الباشا فادي الجزازي أقيمت فعاليات مؤتمرات تربية الرياضية الأول الواقع والأمال المستقبلية بتنظيم مديريات التربية والتعليم للواء عين الباشا في أكاديميات نورت سيتي بمشاركة أكثر من خمسين مشرفا ومشرفة وأكثر من سبعين معلما ومعلمة تفاعلوا مع محاضرات الدكتور عبد الباصد شرمان الدكتور محمد ديابات والدكتور منال البيات والدكتور منال طه واطلع الحضور على أحدث استراتيجيات التدريس في التربية الرياضية وضرورة تجاوز التحديات والمعيقات التي تواجه معلم التربية الرياضية يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة نشاطات وفعاليات تنظمها مديرية التربية والتعليم تختص في التربية الرياضية وربطها في التربية والمجال مفتوح إن شاء الله للعديد من الاحتفالات والنشاطات المستقبلية فيما تخص التربية الرياضية دور مديرية التربية والتعليم تسليط الضوء إلى الرياضة المدرسية ودور الرياضة المدرسية في دعم الرياضة الوطنية والرياضة الاحترافية يريد مديريات أخرى كمان تنهج هذا النهج علنا المنهج العلمي هذا نشبكه مع الرياضة يكون فيه عندنا خطوات للأمام إحنا عارفين إنه المنهج العلمي أساس إنه يصير تقدم في المجال الرياضي خصوصا في قاعدة الهرم الرياضي المدارس المؤتمر من المؤتمرات الإصراحة لعلها في البدايات يعني تضع النقاط على الحروف وإن شاء الله تكون يعني بكورة مؤتمرات أخرى لاحقة تعزز هذا الأمر بتمنى إنه كمان إنه تستمر هذه المؤتمرات ويكون فيه تطوير إلها واستضافة ودعم من الوزارة ومن خارج الوزارة صراحة فرصة كانت رائعة خطوة للأمام تحسب لوزارة التربية والتعليم كمؤتمر إن عقاده والإعداده كان من قبل مشرفين في وزارة التربية والتعليم صراحة خطوة كثير رائعة وكثير إيجابية وختاما فقد شهدت عمان على ملاعب نادي ديونز منافسات البطولة العربية الأولى لرواد التنس الأرضي بتنظيم من نادي التنس الأردني وبرعاية وحضور أحمد الجابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس الرياضي وبمشاركة 174 لاعب ولاعبة من 13 دولة عربية هي مصر، اليمن، الجزائر، تونس، العراق، الكويت، سلطنة أمان، السعودية، البحرين، فلسطين، سوريا، لبنان وإضافة إلى الأردن